السلام عليكم معاكم أخوكم سامي الفرج من قناة سامي اف في بعض الأسئلة ان كيف نحن نفرمت اليو اس بي على الكيبورد أول نقطة بغي أوضح انه ما في فورماتينج في الكيبورد حق الفلاش موموري ولكن في دليت تمسح كل شيء اللي فيها يعني بمثابة فورماتينج أحين هاي أنا اليو اس بي خزنت فيها لاحظوها اليو اس بي خزنت فيها تشوفوا فيه فايلات أصوات وفي كذلك أصوات برع لاحظوا معاي بعد فيها فايلات إيقاعات يعني أحين هي الموجود فيها إيقاعات برع وكذلك فيها فايلات فكيف تمسح أي شيء في اليو اس بي عشان تقدر تستخدمها على الكيبورد أول طريقة تروح على أي يوزر سواء كان بالإيقاعات أو في الأصوات اليوزر طلع لك الصفحة هاي لاحظني معي هذي اليو اس بي طلع لك هاي الصفحة شوفوا عبارة عن فايلات أصوات تعلم كلمة فايل اه فايل طلع لك الصفحة هاي في كلمة دليت تضغط على الدليت خلاص أنت تختار تبغي تختار يعني مجموعة من الأصوات على المثال لاحظ معي أبغي يا صفحة أربع أصوات لا أبغى يا صفحة ثانيين تعمل بالطريقة هاي تختار لي تباهم بعدين تضغط على دليت تبغي تمسحها كاملة فرمتها شوف معي فوق هنا شوف كل اللي متحوولو عن اللون الأبيض انت خطرتم سلكتت آل بعد ما تختارهم سلكت آل تضغط على كلمة دليت طلع لك صفحة هاي yes all لاحظوا معي الحين امتسح كل شي في ال usb سواء كان من ناحية الاصوات او اللقاعات شوف بهاي الطريقة انت كيف تفرمت او انك تتمسح ال usb عن طريق الكيبورد وشكرا